بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصمين واللعن الدام على دائم من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم أمين رب العالمين السلام على الحسين السلام على علي بن حسين السلام على ولادي الحسين السلام على أصحاب الحسين السلام الله عليك شهد أبا عبد الله التام الشامل يوم أولدت ويوم عيشت في هذه الدنيا الدنيا ويوم أنت مرادك الشهادة العظيمة التي تتحق بالرفيق الأعلى في أعلى عليين وبهذه الفاجعة الأليمة أن أعزل أمة الإسلامية وعلى رأسها مراجع دين أظام قدس الله أنفاصهم الزكية بهذا المصاب الجلل ونعزي المؤمنين بهذا المصاب الجلل الذي صدع قلوب أهل البيت عليهم وأفضل الصلاة والسلام حقيقة في علاقتين سابقتين بينت ما هي فلسفة الخلق ولماذا الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء لهذايتنا الطريق القوي والذي أرد الله سبحانه وتعالى لنا ومن بعدهم حفظ وصون الأمة يعني بث الأحكام الشرعية هذه وظيفة الإمام وظيفة أوصياء النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم بأمة 12 هي بث الأحكام الشرعية وصون عقاد هذه الأمة لتبقى على جادة الصواب جادة الطاعة القويمة للمولى الجليل سبحانه وتعالى أريد أن نصل إلى حقيقة مبتغة من هذا الطرح وكذلك بينت أنه الإمام عند غيبة إمام الصفراء كانوا هناك لديه سفراء خاصين هم السفراء الأربعة الذين ذكرتهم وأيضا بعد أن انتهد غيبة الإمام الصفراء بدأت غيبة الكبرى لابد أن يكون هناك لابد من يتصدى لبث الأحكام الشرعية وبث الأعقاد الحق الصحيحة وهم راجع الإمام الذين أمرون أمتنا بطاعتهم من هذا أريد أن أصل بأن الله سبحانه وتعالى لا يترك عبادة حاشر الله سبحانه وتعالى فهناك عناية من الله عناية من الله الذي لم يكن الذي لا يصل إلى درجة اجتهاد أو لا يصل إلى الاحتياط باعتبار مشاغل كثيرة في هذه الدنيا وإن كان هذا طريق غير ممتنع وغير مغلق وعناية من الله بين أوجدنا التقليد أوجد لنا طريق التقليد تقليد المراجع العظام والذين يتوفوا فيهم الشروط التي قد نصت عليها في الكتب الفقهية وأذف الواقع عناية من الله سبحانه وتعالى باعتبار إنسان في هذه الدنيا لديهم مشاغل كثيرة قد لا يصل هذا طبعا ما يحصل مع عدد كثير إلى درجة اجتهاد أو لعله قد لا يدرك حقيقة أبعاد الاحتياط التي يجب أن يتبعها فيما لا يكون مجتهدا فإذا لم أكن مجتهدا ولا محتاطا فلا يبقى أمامي سوى التقليد غير التقليد وطبعا هناك أدل لدينا كثيرة الدليل على التقليد وهو دليل انسداد العقلي وهو طبعا دليل يسمى بالدليل العقلي ويسمى أيضا بطريق الانسداد العقلي ما لم أصل إلى درجة اجتهاد أو لا أصل إلى مرحلة الاحتياط ففي هذه الحالة يبقى أمامي غير التقليد طيب ما أريد قوله أن أصحاب إمام الحسين عليه السلام كان لديهم بصيرة وذكرت حقيقة في الحلقات الماضية التصفوا بصفات يعني لا نقول قرن النظير هنما نقول ندرة ندرة الصفات التي التصفوا بها لذلك هم كانوا من دول بصار الرسل الثلاثة الذين هاي أو يعني واحد من الدروس واحد من الدروس التي حقيقة تفيدنا كثيرا لا بد من الثبات على طريق الصحيح الذي نص عليه أمتنا عليهم أبو الله صلى الله عليه وسلم ولكن لدينا أدنى شك أو ريب بأنه طريق التقليد هو طريق نص عليه أمتنا عليهم أبو الله صلى الله عليه وسلم هذا الدرس الذي نستقيه الثبات فلذلك السفراء الثلاثة مسلم بن عقيل عليه السلام وقيس بن منسهر الصيداوي وعبد الله بن يقطين عفوا عبد الله بن يقطر هؤلاء حقيقة نالوا الشهادة ودرس الثبات واضح جدا في وقوفهم بوجه الحكم المستبد الحكم الأموي الذي كان لا يتردد بإزهاق أي روح تقف في وجهه وتقف بوجه حكمه على كل حال هناك درس نتعلمه من واقعة عشرة وهو درس أن الإنسان لا بد أن تكون لديه أرادة الله سبحانه خلقنا وأودع فينا قوى وهذه القوى كما يقول العلماء الجلال هناك يعني تتنازع الإنسان قوى خير وقوى شر لا بد للإنسان أن يغلب أن يغلب جنود الخير على جنود الشر هذا في الواقع لا يحتاج لها دليل يعني وجدانا نحن نتحسس ذلك نتحسس ذلك بأن هناك في الواقع صراع في داخلنا يدفعنا للخير صراع في داخلنا يدفعنا للشر لا بد أن تكون لنا الإرادة القوية تكون لنا الإرادة القوية تغليب جنود الخير على جنود الشر في الواقع هذا هو مبعث الثواب الذي سيحصل عليه الإنسان عندما يسلك طريق الخير بواسطة تغليب الخير على الشر في نفسيته وفي قلبه هذا وين أريد أن أصل أريد أن أصل إلى موقف الحر رضوان الله عليه الحر كما تعلمون جعجع بإمام الحسين عليه السلام جعجع طبعا يعني جعجع يعني نقول أحاط بالإمام الحسين وحال دون رجوع الحسين عليه السلام بي أبي أمي ودون قدومه إلى الكوفة ثم كان هناك موقف عندما فيه تفاصيل كذلك الحبراجة الكود متعلقة بهذا التاريخ أنه أصحاب إمام الحسين عليه السلام رأوا أشباح من بعيد قالوا هذه نخيل قسم نقال نخيل قال صباح منه قال لا هذه رؤوس الرماح هذه وبينه بأن هناك جيش قادم عليهم فعلا كان إذا اقترب الحسين يكون في مكان لا يستطعون يواجههم إلا بأمام بوجههم ثم اختاروا ذي حسم قلت ذي تفاصيل كثيرة فعلا جاء الحر على رأس ألف فارس وواجر حسين عليه السلام وكان هناك بينه وبين الإمام الحسين حتى أن أربط بين موقف الحر وتوبته بين يدي إمام الحسين عليه السلام أنه لما وصلوا إلى هذا المكان لموقع ذي حسم كان هناك محاذثة بين إمام الحسين عليه السلام وبين الحر ما هي الغيب المجيئكم أجابوا الحر قال الإمام الحسين عليه السلام فقال طبعا بعد ما أخرج الإمام الحسين الخرج الذي فيه الرسائل أخرج له خرجين المملئين صحفا فنثرت بين يديه فقال له الحر قال له إنا لسا من هؤلاء الذين كتبوا إليك وقد أمرنا إذا نحن لقيناك لا نفارقك حتى نقدمك الكوفة على عبيد الله هذا معناه جعج الحر برحل الحسين وب الرحل الذي كان مع سيد الشهداء إمام الحسين عليه السلام لكن قبل ذلك حبيت أن أوضح قضية طرحتها في حلقة سابقة أن إمام الحسين عليه السلام طلب من الحر أي طلب قال أريد أن تصلي بأصحابك بأصحابك وليس به ولا بأصحاب المؤمن الحسين عليه السلام قال أريد وذكرت في وقتها نتنمس هناك بواة عند الحر كانت فيها ميل للحسين وكان فيها ميل قبل ذلك أهل البيت عن الموضوع للصلافة التي سلام فقال له الحسين عليه السلام تريد أن تصلي بأصحابك قال لا أجاب الحر ماذا قال قال هذا هو جواب الحر لإمام الحسين عليه السلام بل تصلي أنت ونصلي بصلاتك فصلى بإمام الحسين عليه السلام ثم بعد ذلك هناك موقف آخر لما قال الحر بأنه نحن إذا لقيناك ألا نفارقك حتى نقضمك الكوفة على عبيد الله ماذا أجاب الأمام الحسين عليه السلام قال له الموت أدنى عليك من ذلك إمام الحسين إمام يعني الشجاع الأمام لديه موقف يعني موقف فاضح جدا بأنه قادم إلى الكوفة اضطربت الكوفة علمه أولاكبه عبيد الله بن زياد أرسل الحسين وأرسله وكمنه في طريق الأمام الحسين عليه السلام إذا مر فيمر عليه وأرسل الحر إلى هذه المنطقة حتى يحول باعتبارنا الكوفة لما جاء مسلم وباعتبار كان هناك أثر كبير في نفس المؤمنين وقاموا ضد الحكمة وفي تفاصيل مذكورة في كتب التاريخ فعبيد الله بن زياد خشية كبيرة من قدوم الحسين إلى الكوفة وقيام الثورة مرة أخرى وقيام النهو ضدهم فيما أدها جاء الحسين عليه السلام فبعث الحر لهذا الأمر كان يوقف الحسين ويحول بينه بين القدوم إلى الكوفة فلذلك أجابه الحسين هذا الجواب إمام الحسين الشجاع إمام الحسين يعني يعلم ما يفعل ويعلم أنه إلى أين هو سار ولذلك فقال له الحسين عليه السلام الموت أدنى عليك من ذلك فأجابه الحسين لما قال يعني القوم اركبوا أمرهم المؤمن الحسين عليه السلام بالركوب فركبوا وانتظروا حتى ركبت نساؤهم فقال لأصحابه انصرفوا فلما ذهبوا ينصرفوا حال القوم بينهم بين الانصراف يعني منعهم من الانصراف فقال الحسين عليه السلام للحر ثكلت لأمك ثكلت كأمك ما تريد ما الذي تريده؟ أجابه الحر أما لو غيرك من العرب يقولها لي وهو على مثل الحال التي أنت عليها ما تركته ذكر أمه ما تركته ذكر أمه بالثكل كان من كان هذه عبارة ولكن والله هذا كلام الحر ولكن والله ما لي إلى ذكر أمك من سبيل إلا بأحسن ما نقدر عليه ما لي إلى إشارة فاطمة الزهراء ولكن والله ما لي إلى ذكر أمك من سبيل إلا بأحسن ما نقدر عليه طبعا أنا ذكرت ما هي الغاية هذه الشخصية سنقف عليها إن شاء الله في الحلقة القادمة نقف على شخصية الحر والله عليه وهذه الشخصية كيف عندما خرجت لقتال حسين يسمع هاتفا يبشره بالجنة يذكر يقول الحر وين الحر أيخرج لقتال من بنت رسول الله وبشر بالجنة هذا سنبينه إن شاء الله ماذا كان موقف الحر والله عليه وإلى أين وصل وكيف استشهده بين يديه إمام الحسين عليه السلام بعدها طلب التوبة من إمامنا الحسين عليه السلام نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون إلاك الذين يسيرون بسيرة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وأن لا يخرجنا من هذه الدنيا إلا وقد عرفنا أهل البيت حق معرفتهم وتمسكنا بولايتهم وتمسكنا بأحكامهم نسأله سبحانه وتعالى نفقنا لزيارة إمام الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخر أنه سميعا قريب ومجيب وآخر دعمانا الحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة